اقبل عليه بقلبه النهاردة بأمر الله هنتكلم عن قصة أصحاب السبت طبعا انتوا لو تلاحظوا ان أغلب القصص الوالد في القرآن ورد في بني إسرائيل لأنهم جاءهم معجزات كثير ولأنهم كذبوا كثيرا يعني دي مشكلة هي القضية أنهم كذبوا كثيرا أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل وكانوا يعيشون على نهر القلزم نهر اسمه نهر القلزم في منطقة اسمها آيلة كانوا عايشين وزي الفل ربنا سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يعظموا يوم الجمعة زينا يعني عيدهم الأسبوع يوم الجمعة زينا لكنهم أبوا ودي سمت بني إسرائيل دائما كانوا يكذبون ويعترضون ولذلك القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدأ لكم تسوق يعني لما يديك الأمر من ربنا سبحانه وتعالى تقول طب ونعمل ايه ونروح فين ونجي منين وكمان سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تقولوا مثلما قال الذين من قبلكم سمعنا وعصينا ولكن قلوا سمعنا وأطعنا يوم الجمعة هو اليوم الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى عيدا للأمم كله مش للمسلمين بس ومش لليهود بس لكن اليهود عاندوا وتعللوا وانه قالوا احنا ناخد يوم السبت ليه لانهم قالوا ان الله تبارك وتعالى طبعا كلام كده ايه في البطيخ يعني قالوا ان الله خلق الكون في ستة ايام فتعب فارتاح في اليوم السابع فاليوم السابع ده هو يوم السبت فاحنا نقدس يوم السبت فتركهم ربنا سبحانه وتعالى لكن ربنا سبحانه وتعالى لما خلفوا امره كان لابد ان يفرض عليهم عقوبة ناس عاشين على نهر فالطبيعي ان يبقى الطعام الاساسي بتاعهم هو السمك هو الحيتان فربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيدة يوم السبت وتعالى نشوف بقى القرآن بيعرض القصة في سورة الاعراف لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكون لما تعظون قوما الله مهلقهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون القرآن بيضرب لنا المثل باصحاب السبت الذين عاندوا زي ما اتفقنا وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى امرهم بتقديس يوم الجمعة وتعظيمه وان يكون هو يوم عيدهم زي المسلمين بالظبط لكنهم رفضوا وقالوا نأخذ يوم السبت ودي عادة اليهود كل ما تأمرهم بأمر تلاقيهم بيلفهم من ناحية تانية كل ما رب الله سبحانه وتعالى يبعت لهم معجزة يعملوا مشكلة بنوا اسرائيل قالوا ايه لاخد السبت لان ربنا سبحانه وتعالى على قولهم هذا الكلام ليس صحيح خلق الكون في ستة ايام وفي اليوم السبع تاعب فارتاح وكان اليوم السبع ده هو يوم السبت فاحلا نعظم يوم السبت فربي له سبحانه وتعالى فرض عليهم عقوبة وهي ان حرم عليه مصيدة يوم السبت مفيش حد يصطد يوم السبت ابدا يوم السبت ده خلاص اجازة فحصل حاجة غريبة يوم السبت تجد الاسماك والحتان تأتي بكسرة يعني بص تمدي ايه دك تشيل كده بس ممنوعة في الايام التانية الحتام ما تجيش والاسماك ما تجيش ما هو خد بالك كل ما تعند مع الله كل ما تؤجل اوامر الله يتأخر ليك الرزق بتاعك هي الفكرة قائمة على ايه رزقك ده حقك صح وكل حق مقبل واجب فربنا سبحانه وتعالى قالك تعني يا عبدي فالعبد طاء يجي له رزقه في وقته طب ما مطاعشي قد يتأخر عنه الرزق لكنه لا يحرم الرزق يعني ما فيش عبد على الوجود على الاطلاق ربنا يحرم الرزق حتى وان كان عاصي حتى وان كان كافر حتى وان كان غير مسلم حتى وان كان لان الله قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم فما دام خلق رزق لكن قد يتأخر عنك الرزق بالمعصية معكم يستمون ترجمة نانسي قنقر